تحياتي، بدري، عليغري، توتي، ثلاث أسماء بيسمعوها جبهوا ريال مدريد أكثر من أسماء لعبتهم لأنهم كل فترة بيشوفوا عنوان طالع لائلهم بيقول رفضت تمثيل ريال مدريد، رفضت تدريب ريال مدريد فشو هالملل؟ شو هالروتين المتكرر؟ شو سره؟ وهل فعلا اللاعبين هم اللي بتلاموا؟ ولا لا؟ في البداية كل واحد منهم خارج بهذا التصريح أول مرة في حياته كان عنده رسالة حابب يوصلها لجمهور فريقه مثلاً أليغري لما طلع أول مرة صرح فيها هذا الموسم كان الليوفي عم بعاني فكان عم بيرسل رسالة لجمهور الليوفي أنا مؤمن بهذا المشروع ولدرجة إني رفضت ريال مدريد، هذه أول مرة يتحكاها نفس الشي بدري أراد يقول لجماهير برشلونة إني أنا فضلت برشلونة رغم ظروفه الصعب الحالية على ريال مدريد لأني بحب برشلونة وتقولتي كان حابب يوصل رسالة لجمهور روما إني أنا مستعد أعمل أي شي عشان أضل مع روما وأعيش مع روما حياة سعيدة وبالتالي الرجل يعني أراد يعلم إخلاصه البطلق لرؤبه هذا الجزء الأول طبيعي حقهم يحكوا عن حادثة صارت محب بس طبعا التكرار هو المزعج ولكن التكرار مش غلطتهم وبصراحة مش مسؤوليتهم وهنا خلينا نرجع للموضوع الآن هدول ما بيطلعوا هيك على تويتر بكتبوا أنا رفضت ريال مدريد ما بكتبوا هيك بيجي صحفي بيسألهم المشكلة الآن بالسؤال الصحفي الذي يتكرر لأنه كل صحفي بروح بدي أخذ نفس التصريح تماما في إيطاليا لما يجيبوا كسانو بيسألوه عن كريستيانو رونالدو بيسألوه عن شغلات معينة عارفين أنه تصريحاته عليها حتطلع سلبيا وحتطلع عنوين صحفية الآن بروح على بدري تعالي يا بدري الصحفي جاي مع ثلاث أربع أسئلة واحدة منهم هل رفضت ريال مدريد؟ آه نعم رفضت ريال مدريد يعني مش هيغير كلامه بروح على إيقري هل أنت نادم على رفض ريال مدريد؟ لا لست نادم على رفض ريال مدريد وأنا رفضت ريال مدريد يعني طبيعي بروحوا ع تتي كل سنة من يوم معتزل لليوم بيعيدوا نفس السؤال أيضا هل تشعر أنك لو مثلت ريال مدريد؟ هذه غلطة الصحفيين وليس غلطة اللاعب أو المدرب يعني هو أكيد ما رح يسألوه ما رأيوك في مباراة اليوم ويجي أليقر يقول لهم لقد استمتعت بأداء اليوم وهذا يؤكد أنني كنت على حق عندما رفضت تدريب ريال مدريد وأكيد ما رح يقولوا يسألوا بدري عن حالة الطقس شو رأيكم حالة الطقس؟ يقولهم والله الطقس جميل يذكرني بالطقس في ذلك اليوم الذي رفضت فيه تدريب ريال مدريد؟ طبعا هذا ما بصير فبالتالي أنا بدافع عن هدول الناس لأنه الخطأ بيجي من الصحفي اللي بيسألوا هذا السؤال اللي تكرر كثير في الصحافة فيه شيء لازم أوضحه أنت الآن كشخص صرت في كرة القدم متابع أخبار كرة القدم عارف كل شيء في كرة القدم تنسى أنه فيه بهذا اليوم شاب صغير لأول مرة ببلش يتابع أخبار كرة قدم لأول مرة بفتح هذا الصحيف بحياته ففي الصحافة فيه نظرية أنه عادي لو كررت على مسافات زمنية لأنه دائما فيه جيل جديد جاي ما بيعرف هذه المعلومة فبالتالي لو بدري جاوب هذا السؤال مرة كل سنتين ثلاثة حيكون الموضوع أخف مما يجاوب عليه كل أسبوع زي ما بصير الآن بالصحافة الإسبانية أو زي ما صار السنة الماضية مع أليغري بالصحافة الإيطالية كان فيه نوع من الأوضرة بالسؤال نفسه وبالتالي كانت الجواب أوضرة والضحية جمهور ريال مدريد منزعج والهلولة الثلاثة عم ببينو كأنهم بتباهوا أو كأنهم ببينو ربما يعني مش بصدقين حالهم أنهم رفضوا تدريب ريال مدريد نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك وضروري جدا تتابعوني على سيفس بورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى